مرحبا اعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية الطريقة الوحيدة لتغيير الاسم واسم المستخدم تطبيق تيك توك طريقة جدا سهلة تابعوني للأخير اول شي يعني كل السهلة الطريقة مو مثل بقية التطبيقات راح ندخل على تيك توك هذه هنا الصفحة اللي انت بدلنا الصورة مالتها هسا نريد نبدل الاسم واسم المستخدم ندخل على تعديل الصفحة راح تظهر عندنا هاي الواجهة هنا الاسم راح نغيرها اسمي انا اريد احطه فاكتب غيرت حفظ هسا هسا اخواني بعد ما بدلنا الاسم الاسم اللي يظهر فوق الصورة هذا الاسم اللي يظهر فوق الصورة بدلناه هسا راح نبدل اسم المستخدم هذا شن اسم المستخدم اسم المستخدم اللي انت راح ترسله اه تعديل الصفحة هذا هو اسم المستخدم تيك توك دوت كوم وهنا اسم المستخدم فهذا تبدل هذا حصرا لازم لغة انجليزية هنا وتظهر علامة الصح يلا يتبدل فراح نبدل مثلا اه اقول علامات اه فاني راح ابدله فهذا اه غير متوفر نبدله اما ينطيك هنا اقتراحات او فهذا سبعتين صار صح او تسعة تحط فهو يشوف ياهو تسعة موجود فتقدر تسمي هنا اي شي تريد فنسوي حفظ هذا الاسم المستخدم اذا بدلته خلال الشهر ما تقدر تبدله مرة يعني كل شهر مرة وحدة فهذه النقطة اريدت يعني تديرون بالكم انه اذا بدلته خلال شهر مرة وحدة فاني اقول له اوكي فهس صار هذا اسم المستخدم مرة وحدة كل شهر كل 30 يوم مرة تبدله فهنا هسه بدلنا الاسم بدلنا الاسم المستخدم ان شاء الله استفاديته بكرة او بعد بكرة راح نزل لكم فيديو كمل ارباح على التيك توك وشون تفعلها وفي طرق التفعيل ان شاء الله تفيدكم فيه يعني اصدقاء او كذا يعني ممكن يفعلوها للقناة مالتكم مال تيك توك وتاخذ ارباح تبدي تستلم ارباح جربوا يعني ما خسراني شي ان شاء الله تستفادون منها نهاية الفيديو ان شاء الله استفاديتهم لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار وكتبوا له ايها بالرسائل واني ارجع ارد عليها وان شاء الله توصلكم كل معلومة جديدة مع السلام